أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مورسي أن من أهم أولويات عمل المجلس خلال الفترة القادمة التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة وأشارت مايا مورسي إلى أن المرأة المصرية لا تزال تواجه العديد من التحديات لسيامة في مجال التمكين الاقتصادي وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مصر أطلقت برنامج الشمول المالي الذي يعد من أكبر البرامج ومن أهمها والتي تعمل أيضا الدولة على تنفيذها حاليا شكرا